وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه لا شك أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون ولكن من تمام رحمته وعديه أنه لا يعاقب إلا على الفعل فلو عقب الإنسان دون عمل لقال الإنسان لربه يا رب ألم تجرني من الظلم ولذلك يجب على القاضي أن يحكم بالقراء وليس بما يعلم فالله عز وجل علم أن أبا جهل سيدخل النار ولكنه لم يدخله النار حتى عمل بعمل أهل النار ورغم أن الأمر بتحويل القبلة جاء من عند الله عز وجل لكن جاءت الآية الكريمة إلا لنعلم من يتبع الرسول فالرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله للأسف شديد هناك من المسلمين مع أي أمر إله يقول لا أؤمن إلا بما أقتنع به اقنعني أولا لا شك أن هؤلاء من ضعاف الإيمان وممن يخشى عليهم من عاقبة أمرهم لا مجال لتحكيم العقل مع الوحي بل يجب التسليم والرضى بما قصمه الله لنا لا بد أن هناك حكمة من تحويل القبلة فصرف الله عز وجل للمسلمين عن بيت الله الحرام إلى بيت المقدس في أول الأمر لتعظيم العرب لبيت الله الحرام وما حوله من أصنام فلما ترسخ الإيمان في قلوب المؤمنين أمر الله عز وجل بالعودة مرة أخرى إلى بيت الله الحرام قبلة إبراهيم عليه السلام عقب الإنسان هو مؤخرة القدم وينقلب على عقبيه أن يرتد عن الإسلام ويكفر وينصرف ويرجع عن طريقه المستقيم وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فالهدى والهداية من الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس وما الإيمان إلا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح إن الله بالناس لرؤوف الرحيم والرأفة هي أعلى وأسمنى درجات الرحمة والله عز وجل رؤوف رحيم بالناس جميعهم مؤمنهم وكافرهم في الدنيا ولكن في الآخرة يختص المؤمنين برحمته فالله عز وجل أرحم بالناس من الأم بولدها الرضيع والله عز وجل لا يبتلي الناس بشيء فوق طاقتهم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر